أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبروندي مشددا على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنصيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله في شرم الشيخ الرئيس إبارست نادايشيمي رئيس جمهورية بروندي وذلك على همشيان عقادي أعمال القمة العالمية للمناخ كاب 27 استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ الرئيس إبارست نادايشيمي رئيس جمهورية بروندي وذلك على همشيان عقادي أعمال القمة العالمية للمناخ كاب 27 صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الرئيس البروندي إلى مصر مؤكدا عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبروندي كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية ومشددا سيادته في هذا الصدد على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنصيقي والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين من جانبه أشهد رئيس إبارست نادايشيمي بتنظيم المصري ناجح للقمة العالمية للمناخ وبتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين ترجمة نانسي قنقر